أبدأ معك من كيف تشوف أنت الآن حتى الآن الأرقام المسجلة عبر السوشال ميديا للبرامج الرمضانية اللهي بسم الله الرحمن الرحيم صحاف طوركم صحاف طورك بيلل أبي أخويا صحاف طورك اللهي اليوم بعد ست أيام من شهر رمضان وست أعداد أو ست حلقات من معظم البرامج الرمضانية سواء الدرامية أو الكوميدية شفنا باللي بدأت تظهر بعض النتائج لتوحي بالنتائج النهائية شفنا تقدم وتفوق لبس به ولو أنه في بعض البرامج هو طفيف على برامج أخرى التقدم هو لقناة الشرق من حيث نسب المشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات ستريمينج المنصة الكبرى هي يوتيوب بالنسبة للإحصائيات في التليفزيون أكيد يعني كائن معاهد ومخابر لراحة مد الإحصائية التوحى ولكن بالنسبة ليوتيوب شفنا باللي قناة شروق والبرامج قناة شروق حقت نسبة من النجاح اللي نهنأكم عليه واللي إن شاء الله ما زالي كما يقول لك المشوار حتى آخر يوم رمضان نحن نخص في 6 أيام فقط مما يوشار ويقال نكاين برامج اللي يشريه والمشاهدات بالسيرفير حبيت أن تفهمني عم ستع السيرفير هادي كيفاش شفنا واحد ربما واحد من المسلسل اللي راو يبت في أحد القناوات وين قدروا يكتشفون نور 14 ألف تعليق مثلا دخلوا نفس التعليقات هل هذا ممكن إنهم يقدروا يشيروا تعليقات يشيروا مشاهدات روفي هي تكنيك مون باش تثبت هذا الشي هذا هذا صعيب شوية ولكن لما عندك واحد الميزان لتديره تحكم نسبة المشاهدة ولا عدد المشاهدات وتقارلوا مع عدد التعليقات وعدد الإعجابات بالفيديو قضية شراء المشاهدات كان طريقة ليسخرها يوتيوب ولا تسخرها المنصة وهي سبونسورينغ هذا حاجة عادية ومتاحة لكل القنوات سبونسورينغ سواء في منصات أخرى مثلا في الفيسبوك والإنستغرام والتويتر وتوجه الناس ولا توجه المشاهد لمنصة يوتيوب حتى يشوف الفيديو تاعك وكين طريقة أخرى اللي يستعينوا فيها ببليروبو وينيطلعوا بها نسبة المشاهدة ولكن يعني التكنيك مون ولا حاجة ملموسة ولا دليل يعني ملموس على زيادة المشاهدة بالطريقة الأخرى صعيب أنه أنا نأكدها لك ولا ننفيها لك لكن ما هو متاح من طرف يوتيوب اللي هو سبونسورينغ ولا تشيري المشاهدات ما نسموه تشيري المشاهدات هي نوع من سياسة ترويجية للبرنامج تاعك وهو حق مشروع للجامعة يعني أي قناة ولا أي برنامج من حقه يرويج البرنامج تاعه نعم نعم أنت ما لاحظتش أنه أنت دوك كي قلت أنه قاناة الشورق رأي كي ما قلوه في رأي تحت المرتبات عالية صحة ما كشوف أنه أيضا بديت ضاربة ما يخفاش أنه بديت نوعا ما من ضاربة الشهرة هذه لبديتها شوف هو الإنسان ناجح دوما هو عرضا للانتقادة للهجومات لأي نوع منها أي إنسان ناجح أوتوماتيك مو عليه لازم يسنى ولا يكون واجد ولا يكون محظر نفسه بش يكون فاصة لهذه الهجومات احنا خصوصا في المجال هذا تع السمع البصري ولا في مجال الإنتاج تلفزيوني ولا الإنتاج درامي على رمضان ما يخفى لكش بليكين منافسة احنا العام هذا قناة الشورق نضمن بلي مثل كل أعوام لفاته وكانت دوما عندها نصيب من عدد المشاهدات القوية ولا من نصيب من اهتمام الجمهور ببرامجها الهجومات أو هذه الضاربة أنا نشوفها متوقعة وشاني حابة نقولك آمين ترجمة نانسي قنقر